اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سألت أستاذنا وشيخنا الجليل عن آية في محكم التنزيل يقول الله سبحانه وتعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم قلت يا شيخنا الجليل لماذا أفردت كلمة البغي مستقلة عن الإثم والفواحش والشرك بالله وما هو البغي بغير الحق وهل هناك أنواع للبغي وماذا لو استشرت هذه الصفة الذميمة في مجتمعنا الإسلامي فقال شيخنا الجليل سؤالك طويل طويل إجابتك تحتاج إلى تفصيل وهنا كان الموعد في برنامج معالم الهدى مع فضيلة شيخ الدكتور عمر عبد الكافي أهل مفضلتك معنا أهلا وسهلا مرحبا ونقول لك تحيات وسلامات وأمنيات أساد المشاهدين بالصحة والعفية جزاهم ضعنا خيرا ودوام العطاء وانا جزاهم ضعنا خيرا وعن البرنامج وعن قناة الشارقة وعن كل علماء المسلمين لأن المشاهد هو صاحب فضل على المتحدث لأنه يترك نفسه للمتحدث أن يزرع في نفسه خيرا وكم من أناس يمنعون عن أنفسهم أن تزرع فيهم خيرا أو أن تقلع منهم شرا فجزا الله خيرا كل من يشهدنا وجزا الله خيرا يعني كما قال صلى الله عليه وسلم نظر الله وجه مرئ سمع منا مقارة فوعاها فبلغها كما سمعها فرب سامع أوع من مبلغ ورب حامل فقه ليس بفقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منك فهم أفقه منا وأعلم منا وأزكى منا وأفضل منا ولكننا ربما هذه مسؤولية أن نتحدث ونتجاذب أطراف الحديث ونخرج كلاما عسى أن يكون من القلب ليصل إلى القلوب إن شاء الله أمين يا رب بارك الله فيكم وما هي ردود الفعل عن موضوعات البرنامج اللاذعة والله يعني يقول لي أستاذ أكاديمي فاضل وأجل رأيه وهو رجل له موقع كبير في أحد أرصداتنا الثقافية يقول إن موضوعاتكم هذا العام موضوعات شرسة هذا التعبير يعني ويبدو أن شرستها في أنها تمبضع الجراح الذي يدخل على الألم والجرح والخلل فورا لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج إضافة لإصلاح الخلل آمين يا رب هذا ما نتمنى على الله سبحانه وتعالى وزادكم الله عطاء وعلما أيضا سنضيف في هذه الحلقة صفة يعني هي انتشرت في المجتمع الإسلامي للأسف وتنذر بالخطر صفة البغي ما هو البغي بغيت الشيء إذا طلبته أنا أبغي هذا الشيء يعني أريده وهذا جانب والبغي هو مجاوزة الحد لانتشار الفساد هذا المصطلح لغوي نعم والعجيب أنا أستطيع أن أقول أن الأمرين ليس متناقضين أبدا هذا شيء أبغيب وهذا شيء فاسد نعم لأن الإنسان إذا طلب بنفسه أفسد وإذا طلب بربه أصلح الله الله يقول ابن عطاء يعني ما تعثر مطلب أن تطالبه بربك وما تيثر مطلب أن تطالبه بنفسك نعم إذا تطلب من ربك بربك يعطيك لأن تطلب بنفسك أنت قليل حيلة لا تستطيع فخضية سواء بغيت لنفسي سبحان الله أيضا لا أبغي إلا على نفسي إذا طلبت الأمر لنفسي لكن لما أطلب من منهج وبمنهج وبمرجعية إذا طلبت الشيء الصحيح ولذلك أحد الصالحين كان لما يجد الناس كثير عنده كان يخشى على نفس الغرور فكان يعني يستحي من الله يقول يا ربي أنت تعلم أنهم لم يأتوني ولكنهم يعلمون أنهم وجدوك عندي الله يرجع الأمر حتى يذكر نفسه حتى في اللغة يقولون بغت السماء إذا تجاوز المطر الحد اللغة العرب حجب فهموا القرآن القرآن جابهم كده عرفوا مع ماذا تخدم القرآن بغت سبحان الله ابن عباس حبر الأمة ترجمها للقرآن والله كلمة في كتاب الله ما فقهتها إلا من أعرابيين ابن عباس هذا المرات على أعرابيين يتنازعان في بئر يقول أحدهم أنا الذي فطرتها ويقول الأخر أنا الذي فطرتها يعني أنا الذي أنشأتها وأبدعتها وكونتها فاطر السماء سبحانه فاطر السماء سبحانه فإذا هكذا إقرأوا القرآن بلغة العرب ولا بلحون أهل العشق والهوى دندنوا السلام لا أخرى القرآن بهذا المنطق بهذا الفهم لكن العرب لما نزل عروب القرآن سبحان الله وحتى والعاذب الله البغي أيضا في مادة تانية اسمها والعاذب للبغاء هذا يفعل والعاذب البغي والعاذب الله والفاجر والعاذب النحن والبغي في حد ذاته هو الظلم بقول لمدلات ومصطلحات لغوية يعني ما يهمونه في هذا المقام يهمونه في الظلم وتجاوز الحد الظلم وتجاوز الحد حتى قال ربنا فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه إلام الله إذا ممكن طائفة مؤمنة تبغي مؤمنة وتظل توصف مؤمنة وإن طائفتان من المؤمنة اقتتلوا فأصحوا بينهم فإن بغت إحداهم على الأخرى خرجت من حد الدماء كيف أقاتلها يا مؤمنة هيحل المؤمنة أن يقاتل مؤمنة متى أقاتله إذا رفع رأية البغي إذا رفعت الطائفة أو الإنسان رأية البغي واجب قتاله واجب إيقافه عند حده فانظر إلى المدلول ولم يستجب لنصيحة ولم يذعم ولم يدخل في حدود هل هناك أنواع للبغي كما تعودنا في الأفتر هناك بغي محمود وبغي مذمون البغي المحمود هو أن أتجاوز من مرحلة العدل لأدخل في مرحلة الإحسان يعني أنا لي حق عندك نعم أعمل في أمور ثلاثة وأنت تعثرت إما أن أنذرك فنظرة إلى ميسرة إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة هذا أمر وإما أن أنتظر عليك حتى أخذه نعم وهذا عدل خلاص وإما أن أعفو عنك وقول يا سيدي المال حلال عليك وهذا أقرب بالتقر وإن تعفو أقرب بالتقر فهذه المرحلة غير موجودة في البيوت غابت يعني أنا تمرد يعني زوجة تمردت على زوجه فهو يعمل إيه من الواجب لو يعتقد له يقول ربما عندها ظرف نفسي ربما هذه الأيام التي لا تصلي فيها ويتصلي العصبية نعم وسبحان الله العظيم ثبت أن الرجال والنساء يوم الثلاث عشر والرابع عشر والخمس عشر من الشهر القمري لعلى المصدر العالم العصبية تكون في قمتها سبحان الله ذلك أوصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام الله أكبر الله الله لأن دورة القمر في هذه الأيام تؤثر على الحالة النفسية الكون ده كل واحدة وحيدة وإحنا جزء من الكون نعم سبحان الله فالأيام البيض اللي هي الثلاث عشر وربع عشر وخمس عشر أوصلنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الحالة يكون عاصم فالإنسان يراعي وقول آه ده في نص الشهر ورجل كندي مسلم يقول لي أنا لاحظ منذ كده من خمسة عشر عاما فأنا لاحظ يوم الأيام البيض كان لسه العلم الأمريكي هو يقول أن زوجتي تكون عصبية وأنا أكون عصبي معها نعم فبدأنا نصوم وزوجته كان لديها مسلمة فبدأنا نصوم نصوم هذه الأيام وبعدين يضبط العلم الحديث منذ سنوات قليلة أن هذه الأيام يكون الإنسان في قمة عصبية فالمسلم يقول إيه للصالح وزوجتي يقول طب ممكن يكون عندها أهلها مشكلة ومستحية وعندها خاجة تتحكيني مش حايزة تعري يعني سوء تأهلها أو غير نعم أو أن الأولاد ضغطين عليها أو أن هي عندها شيء مستحية مني أن إيه أنا ضيقتها في شيء وهي من أدبها يعني لأن ليه رصيد عندها فلما تضع أنت هذه الحالات كلها تصبر ولا تنبغي يعني إيه فالشيطان يجلس هكذا للإنسان فالبغي المحمود أن تتعود أن تتنتقد من مرحلة العدل إلى مرحلة الإله سبحان الله أما البغي المذنون أن تتجاوز الحد للسوء يعني يعني فيه ولعيذب الله في ناس تنتقم من الآخر بمغضوبة الله عز وجل عوذ بالله وقال الله وحذرنا ولا يجرمنكم شنآنوا قوم على ألا تعديلوا اعجدوا هو أقرب للتقوة سبحان الله يعني يعني اليهودي لما عمر قال له لما روع عمر اليهودي اليهودي ماسك في تل أبيب رسول الله ديني يا محمد ديني فعمر أخرج السيف فورا أخرج السيف قال يا ابن الخطاب كان حريا بك أن تأمره بحسن القضاء وتأمرني بحسن الأداء فتقول لأدفع ويقول له صبرك بالله شواء مش كده يا ابن الخطاب اذهب وأعطي الرجل حقه وأعطيه عشرة زيادة ثمن ترويعك له بسيفك لأنه الرجل له حق عندنا بس للأسف صار له حقين انت خوفته صار له حقين نعم كده وانا أتعدي من العدل إلى الإحسان كما ذكرت فاليهودي وهو ماشي مع عمر كده يقول له والله لسيدنا عمر لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوحة أنا أكرهك انت يهودي وأنا أكرهك الرجل يقول له وهل هذه الكراهية تمنعني حقا من حقوقي قال لا قال إذن لا يأسى على الحب إلا النساء انت حر تحبني أو تبغضني نعم تعال لمن جاء بعد أبو حنيفة أبو حنيفة يمر للطريق خرج من بيته وماشي راح المسجد قابله رجل السؤال يا أبو حنيفة فنظر أبو حنيفة قال له تعالى نقف عن ناحية الثانية أنا فضحك الرجل قال أبو حنيفة أتصح الفترة ها هنا ولا تصحها هنا قال هذا ظل جدار جاري الذي اقترض مني مالا ولو وقفت في ظل جداره فأي قرض جر نفعا فهو ربا فأكون قد تطاولت في حق أخي يا ربي يا الله إيه العظم إن شاء الله اسم عنك من هذا هو جار النحية الثانية يهودي وجاره وكان طول الليل يغني ليشوش على أبي حنيفة سبحان الله ووعدين شهر شهرين ثلاثة خمسة أبو حنيفة أبو حنيفة كان يقوم الليل كله أبعين سنة متواصلة يصلي الفجر بوضول عشان معروف عن أبي حنيفة فأهل وهم فأخراس الجار وجد أنه ما فيش فايدة برضه ما زال يصلي فسكت الليلة الثانية الثالثة صلي الفجر أبو حنيفة وراجع طرق باب جاره قال له افتقدت صوتك أياما ثلاثة فخشيت أن تكون مريضا فخشيت أن يسألني رب العبادة عن حق الجار هكذا دينكم يا أبي حنيفة هكذا أشهد فأستمرك نعم هذا هو الإحسان نعم يعني يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم سبحان الله بغيك على نفسك ليه لأن في أعمال أنت تزرع شجرتها وتقطف ثمرتها وثمرتها خبيثة وأول شجرة منها هي شجرة البغي أنت بغيت على أولاد أخيك وأن تواصل يجي واحد يبغي كما صنعت كما صنعت الجزاء من جنس العمل نعم شوف ملمح عجيب في بغي إخوة يوسف وإحنا نتلمح الآن البغي في التاريخ نعم إخوة يوسف ماذا صنعت ونأخذ ملمح بسيط كل الناس عرف قصة يوسف لما أسقطوا في الجب فصار يتشبث لحافة الجب فصاروا يضربوها على يدي الله طال دي زراعة شجرة الايه البغي تعال للثمر لما تباوه هو مرك مصر وقعد على الخدام قال إيه يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر الله مد مسنا اليد اللي كانت كده بالبغي مد إيه مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة المزداء فأوفد لنا الكيدة وتصدق علينا نعم تصدق علينا بذلة تصدق علينا إن الله سبحانه إننا ركبنا المحسين هم أذلوا أيديهم حين بغوا على يوسف لما ضرب باللياد سبحانه لا إله إلا الله سبحانه سبحانه الله العظيم وبعدين إيه وعلي سيدنا موسى اسبروا إن الأرض لله يوليثها من يشاء من عبادها الأرض ليس لا بتاعت فلان ولا عدلان ولا ترتان ولا الجنسية الفلانية ولا القوة النووية ولا المفعل النووي الأرض ملك لخالقها ونحن إن صرنا عبادا لله صرنا على هذه الأرض أسيادة لأن العبد في هذا كون سيد هو عبد لله فقط ويحني رأسه لله فقط وجفهته لله فقط لكن أمام الناس هو عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فانظر إلى عقبة الباغي ما فيش قوم أو ناس أو دولة أو فرد أو أسرة تبغي إلا وترى عقبة الباغي في الدنيا في الدنيا والعذاب الآخرة أشد وأقع لكن في الدنيا لابد هذه قاعدة ربانية أثبتها يعني تاريخ الأمم استقراء التاريخ يقول هذا نعم وإن أردت أن نضرب أمثلة سبحانه الله تعال تعال يعني عاد قوم عاد نعم استكبره في الأرض بغير الحق الباغي هو وقال من أشد مننا قوة مين يعني ما نحن سبحان الله ده إيه عائرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون للأوتاد الذين اضطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فساد إيه البعد عن الوحدانية البعد عن الدين الطبقية طبقة الأشرف وطبقة العبيد دم النبلاء ودم الضعفاء سبحان الله فإيه فصب عليهم سوط عذاب ربك سوط عذاب إن ربك بنرسال سبحان الله وذاك الرجل الأمير متعجرف باغي دخل أحد العلماء فعايز يهزأ بالعالم فقال العالم مفاجئا إياه بالسؤال أين ربك قال بالمرصاد أصلا لو قال له في السماء يقول له محصور لو قال له كل مكان يقول له مش عارف إيه لو قال له أين ربك بالمرصاد حالظه العظيم لكن ما تيجي للباغي في القرآن وأنواعه تجد أن الباغي ده أيضا كما قلنا من قبل أن كل آفة من آفات المجتمع تجمع آفات بجوارها لأن إحنا قلنا حققنا من قبل قلنا إيه من ثمرة الحسنة الحسنة بعدها نعم من ثمرة السيئة والآفة المصيبة والسيئة بعدها كيف أنت تروح المسك تعمل إيه كل خطوة حسنة وتحطى عندك السيئة وترفع عند الله درجة وتدخل في بيت الله في سكينة وتأخذ حسناك وتستمع إلى الشيخ وتصفح أخاك المسك وتتسقط الذنوب وتقبل صلاتك والملائكة تؤمن على دعائك وتحضر معك الصلاة وتغلل من الصلاة في يوم والدتك أمك يبهي مجرد الصلاة شوف عملت كل الحسنات بهذا المنطق نعم طيب تعال للسيئة تروح للسيئة وانت رايح الخطوات كل خطوة السيئة وترفع عنها ولعيذ بالله رب العلم وبعدين تروح وتستمر المعصية وتتعون عليها وتريد أن تكررها ووإلى آخره هذه ثمرة سبحان الله فأنت تزرع الخير تجد الخيرات وراءها نعم فتجد أن كل آفة حولها آفات فهذه مثلا للبغي في القرآن قل إنما حرم ربيها الفواحش ما ظهر منها وما بط والإثنى والبغي بغير الحق طيب تعال يبهي إذن أول نوع أول نوع من أنواع البغ هو الظلم نعم يبقى الباغ يحشر في زمرة ما الظالمين نعم والظالمين نهاياتهم كلها سيئة نعم من فيش الظالم جنى شيئا خيرا نتيجة الظلم أبدا أبدا الظلم ده سبحان الله يعني عندنا في الأرياف وفي الصعيد نصر يقول لك أن بيت الظالم مع بيت المهمل يخرب كلاهما في وقت واحد وبعدين خراب ليس ضروري أن يهدم البيت الخراب الداخلي خراب القلب نعم قلب خرب قالوا القلب الميت نعم ما عندك قلب سليم وقلب سقين وقلب ميت ده قلب ميت خراب فالخراب يعشش فيه من يعشش فيه الشيطان نعم يعشش فيه الشيطان يعشش فيه البوم نعم الحياة العقار تجد كل سبحان الله العظيم تجد مثلا مثلا أخت ربنا رزقها بزوج صالح بقيت أخوتها لم ينوفقه تمام تعمل ايه تتعالى عليهم ده أنا زوجي جاب لي الساعة دي بنصف مليون عروض القرط ده ولا الحلق ده الكبر الذي تحدثنا عنه بالأمس ما هذا بغي طب أنت سبحان الله ربما تزول عنك النعمة وإذا ما شكرتها لن تبقى عندك يعني البغي ظلم وكبر ظلم وكبر سبحان الله نعم متصلين ببعض لماذا يبغي لأنه متكبر كل المصاب الله هو الذي خلق النفس وهو أعلم بمن خلق نعم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحان الله تعالى هو عارف للصحة فمثلا ربنا أقول إن الله يمر بالعدل والإحسان ويتائذ القربة وانا عن الفحشاء والمنكر والبغي لأن الثلاثة دول إذا انتشرت في المجتمع فقل على الدول السلام هنا السؤال فضلت الدكتور يعني البغي أليس إثما فلماذا يفصل عنه في الآيات يعني يفصل عن الإثم البغي يخص الإثم قد يكون في حدودي أنا يعني مثلا واحد يعني مثلا العذب يشرب خمس هذا ارتكب إثما لكنه ما تعدى مش النغة العربية عندك فعل لازم وفعل متعد ده فعل المفعولين تمام تمام كده فده فده مش ينص المفعولين ده ينص المفعيل لأنه نصب في نصب العذب فهو الكارثة أن الباغي الباغي أنه يتعد على الآخر يعني دخل في حدود حقوق العباد التي لا تغفر إلا باستسماحهم في الدنيا أو يغضح حسناتي في الآخر فالباغي منفصل الفحشاء هذه حجرية دمي ولكن في ذاتي نعم الاسم وربما في ذاتي ما تعديت الآخر لكن الباغي يتعدى الآخر إلا تعدي الآخر نعم فضلتك في الحلقات السابقة استقر في أذهاننا مفهوم نريد أن نعرف وصح أم خطأ وهو أن الذنوب التي ارتكبوها أنا وعلاقاتي بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله بالتوبة مغفورة نعم ولكن التي لها علاقة بالعباد أو بالمجتمع بالتوبة ليست مغفورة إلا إذا أرجعت الحقوق نعم ولها عاقبة في الدنيا ولها عاقبة لها مغبة في الدنيا مئة بالمئة نعم أثمرتها إراها هذا المتعد في الدنيا نعم مثل ماذا أقول لك أنا شيء أنا الآن واحد شربة مسكرا نعم وتاب يحصل إيه يتوب الله علي بفضل الله وتفتح له صفحة جديدة بالعكس تعدل السيئات السابقة إلى حسنات يبدل الله سيئات حسنات نعم تعالى في البغي أو في ظلم آخر أو في ذنب يتعلق بالعباد أنا ارتبتك وشوهت صورتك ورتنته دخل على رمضان وقال أستغفر الله العظيم من غيبتي لأيمن وفلان وفلان استغفر الله من غيبتي لأيمن هذا كلام لكن لا تقبل التوبة إلا إما أن أستسبحك أو أدعو لك بالخير نعم ويجب أن أذكرك بالخير كما ذكرتك بالشر ويجب أن لا أعد مثل هذا فيها تبعات نعم هناك فرق بين ينادي الله يوم القيامة نداء أن يسمعه القريب وكما يسمعه البعيد يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا وفي رواية فتصالحوا فيما بينكم وإذا لم يتب من هذه يعني من هذه الأثامة التي ارتكبها في حق العباد يأتي العباد يوم القيامة سبحان الله إذا كان ربنا يقتص من الشاه القرناء للشاه الجلحاء نعم من الشاه القرناء ومن قرون نطحت الشاه لمن غير قرون يقتص الله ولو بغى جبل على جبل لا دق الله الباقي نفس الحديث نعم كده يعني إيه ربنا قال يوم لا ظلم اليوم لكن في الدنيا في ظلم وفي باقي لكن في الأخيرة لا ظلم لا ظلم نعم نعم يعني إذن هذه أيضا إضافة لدقات ناقوس الخطر التي يحذر منها فضلة الدكتور عمر عبد الكافي في هذا البرنامج فنحن ندرس اليوم صفة ذميمة وهي صفة البغي لعل الله سبحانه وتعالى أن يقين منها ونكمل الحوار بعد الفاصل مباشرة فكونوا معا معالم الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى نحييكم إذن أعزائي المشاهدين والمستمعين من سل سيف البغي قتل به وعلى البغي تدور الدوائر والبغي يصرع أهله هكذا تعلمنا من فضلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي في الجزء الأول من الحلقة لكن فضلتك نريد أن نستفسر على ذكرت أن له تبعات في الآخرة وعقوبات من الله سبحانه وتعالى وهذا لكل من أذنب ولم يتب ولكن في الدنيا كيف نلمح وكيف نرى البغي في الدنيا يعني يقابل من عقوبات وكيف ينزل الله بهذه العقوبات أصلا شواهد التاريخ تقول نعم ما زرع إنسان شجرة البغي إلا وارتدت عليه نعم يعني رجل يقول شاهدت رجلا يركب دابة والخدم والعبيد حوله يجرون وهو يطوف حول الكعبة فتعجب من المنظر واحد يطوف الكعب وهو ذو مر ذو صحة يعني قال بعد ثلاث سنوات رأيته على جسر بغداد يتكفف الحاجة كي يجد من يعطيه ليركب دابة يعبر بها الجسر فقال أنا رأيتك قال تعاليت وبغيت في مكان اللي يجب فيه التعالي والبغي فوضعني الله في مكان الكل ميسر له وأنا غير ميسر به الله نشوك إنما بغيكم على أنفسكم نعم جبريل عليه السلام يقال أنه دخل على فرعون في سورة رجل قال له أيها الملك لو أنك اشتريت رجلا أو عبدا من حر مالك ثم أمرته أمرا فلم يأتمر ماذا تصدع له قال أغرقه قالت أغرقه قال كيف أشتريه من حر مالي وأمره أمرا فلا يأتمر لابد أن أغرق هذا هو أقصى عقاب فما الذي حدد لفرعون أغرق سبحان الله سبحان الله سبحان الله فالإنسان الذي يزرع شجرة البغي لابد أن يلحقه بغيه في الحياة الدنيا وأنا أحذر كل بغي متعدل الحد سواء زوج زوجة أب جار صاحب عمل مدير مؤسسة وزير غفير مدير الكبير صغير إلا شجرة البغي لأنه عندك ثلاث صفات ترتد عليك في الدنيا ثلاث يعني صفات سيئة نعم البغي يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسهم على أنفسهم سبحان الله كمان نكث العهد أما ينكث فإنما ينكث على نفس أما نكث فإنما ينكث على نفس إلا هينكث سبحان الله العظيم المكر ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله شكرا أنا نقرأ أنا قرأت القرآن في رمضان سبع مرة مال طب ما أنا طبقت نعم هل توقفت عن البغي هنا تكمل المشكلة أنت توقفت ولا أنت ما زلت باغيا وتعشاني ربنا سبحانه وتعالى أعطك شيء من العلم وشيء من المال وشيء من الكرسي وشيء من الجاء تبغي على خلق الله من أين من أين سوف يرسل عليك باغي يبغي عليك ويظل تظل مغبة الباغي عليك كما هي نعم مصير ومآل الدول الباغية التي تبغي على حق الأخرى الأولى أي دول بغت في التاريخ اندثرت نعم يعني الصالبين لما جم احتلوا بيت المقدس والتتار وكل هؤلاء المغيرين سبحانه وتعالى العظيم كان شيخنا الغزالي يقول لو أرسلت عليهم قطيعهم من الكلاب لهزمهم لشدة ضعفهم لكن الأمة كان لسه في حالة من أنهم لكن هؤلاء لما بغوا ماذا فعل بهم سبحانه وتعالى نعم الحجاج ابن يوسو الثقف قتل سعيد ابن جبير نعم ولكن بعد محاورة عجيبة ما اسمك قال اسمي سعيد ابن جبير قال بل أنت شقي ابن كسير قال له سعيد الغيب يعلمه غيرك الله و أمي سمتني سعيدا قال لقد سعت في هلاكك لأبدلنك يا سعيد من دنياك نارا تلظى قال لو أعلم أن هذا الأمر بيدك ما عبدت سواك ماذا من تبعك بفتيح جنة الله الحجاء الله الحجاء هل تظن هل تظن أن الحجاج هذا يعني يعني بدعي في التاريخ في أحفال الحجاج إلى الآن في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي مؤسساتنا وإلا لما كانت الأمة متخلفة بهذا الشهر إيه اللي خلف الأمة هل عشان لا تستع الطائرات ولا الدبابات ولا طائرة القمر ده مش تخلف التخلف في أن نعص يا رب العباد بنعم رب العباد ربنا أنعم علينا يعني يأتينا الخير من فوق ومن أسفل منا وسبحان الله من كل ثروة بشرية وثروة حيوانية وثروة زراعية وثروة بترولية وثروة إيمانية بدل واجب أن تكون لكن كل مشكلة في الثروات إياها وسبحان الله العظيم ضيعناها واستخدمنا نعم الله في معاصر الله فالحجاج يقول له لأبدلنك من دنياك نارا ترضى يقول له والله لو أعلم أن هذا إليك ما عبدت سواه المهم فقال أقلبوه على وجه قال أينما تولوا فثم وجه الله فقال المهم في الشات القضية سعيد يقول إيه يقول اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعد ضل الحجاج سبحان الله بعدها يستيقظ على كبوس مرعب سعيد بن جبير يجري خلفه بالسيف ويقوم مفزوعا الحجاج ما لي ولسعيد ما لي ولسعيد سبحان الله فالباغي وبعدها عملية اللي بني أمي ماذا صنع له وطى دم الكوم بالباغي على عباد الله بالظلم يحرك الكعبة ويقتل عبد الله بن سفير ويقتل ستين ألف ويسجل مئة وستين ألف في سجون يضعهم في السجون دون سقف سبحانه نعم ما الذي كسبه وامثاله يعني فهنا وعندما في ناس يعني ربنا يقول لك الحجاج المفترع علي في كتب كده تطلع حجاج ما علينا فأنا أقول ده مثال واضح لسبحان الله الذين يبغون على دين الله عز وجل وهذه مصبع الطلب على دين الله طبعا كيف لو رحت في التاريخ شوية هتلاقي كل الكفار بغوا على دين الله تنزل لتحت شوية تلاقي مسلم الكذاب بغوا على دين الله وألف قرآن ويا ضفضع يا ضفضعين نقك ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين وخدها طين في طين سبحانه عضا العظيم ولنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش القوم يظلمون الفيل وما أدراك عن الفيل له ثنب قصير ومن خرطوم طويل وهذا من خلق ربنا هذا قليل ويقول لحوله المناسبة لا غير عرب ويفهموا ان دا كلام لا يقول ولا في الصف الثاني الابتدائي لكن يقول لك لكذابوا ربيعة أفضل من صادق مضر نعم لو قلتي لي أول رمضان أن المسلسلات العربة أربعة وثنين مسلسل بكرت هذه الإحسائية طيب أليس هذا بغي على دين الله ما تعايز يعني بغي على دين الله يعني ولينا مش مستم يعني دي بقافر لكن هذا الإنسان الذي يدعي الإسلام ويقول لك انتظر بس أعرض المسلسل واجد أصلي العشاء هصلي الترويح واجد أشاهد مش عارف إيه والتاني المقرد يقول لك وأنا بطوف حول الكعبة جاءت يا سيد الشيخ فكرة فيلم عظيم سبحان الله من الفتوح هذا سيد الشيخ بالله هكتوب ويقول لك وما نرى الشيوخ أحيانا عصبيل لنلف ونظور كبان إسرائيل وما بريس يعملوا إياك أن تصطادوا يوم السبت ولا تتحركوا ولا تخلوا يوم بيوتكم ما حرم عليكم السبت لله فحيتانهم تأتيهم شرعا يوم سبتهم ويوم لا تأتيهم هذا فتنة وده يهودي بتعمال يعملوا بسيطة ناصب ناصب الشباك الجمعة بالليل وراحوا نوموا في البيوت خرجوا لحتم تتشمسوا من السبت وقعت جمع والأحد الصباح أخذوا يهودي هكذا نحن نسير وراءهم يقول لك ده أسماء واحدة عالية يقول لك هذا فن رقي هذا فن البلي محفظة على التراث فبالله عليك يعني إلى متى نبغي يعني المصيبة يعني لا بلاش اقرب الصبحة السيئة هذه أنا افتح لك الصبحة أسوأ من المدعين الانتزام من المدعين بالأهل الدعوة بالأهل الدعوة ناس سبحانه ويظن أن فرقته أو جماعته هي الجماعة الناجية الوحيدة نعم وانت يقولوا طب ايه رأيك في مبدأ الشورى بين المسلمين والشورى ايه انا بكلمك عن ثوبك القصير يا عم يا الله يرضى عليك كبر دماغ سبحان الله نعم بغيا علينا وجبنا عن عدوكم لبئس الخلتان البغي والجبن جاي علي تبغي انا تبغي علي انا يا مسكين يا اخوك يا منول تاخد بيدي وانت جبنا عن العدو يا اخي وطن سبحان الله العظيم يعني يعني قال له الحسن بصر لماذا تغتب اخ الخلق المسلم فالحسن سأل اربع سئلة قال له هل شاركت في فتوحات فارس والروم قال لا قال له هل شاركت في فتوحات شمال افريقيا قال لا قال له هل حضرت القادسية مع سع قال لا قال هل ذهبت محمد ابن القاسم الى موراء النهرين قال لا قال كل هؤلاء سلموا منك وما سلم منك عرض واخيك المسلم الاذب الجاي اللي على اخوك وحمود واخوك عبدالكريم واخوك حسن ني بس عند هؤلاء ويصفحهم ويسلم عليهم ويقول لك اخواتنا في الانسانية ويأتي عند ابن عم وابن خاله يظلمه ويغتابه ويأتي عند الشيخ ويوبقه ويشوه عرضه ويخط فيه ولك درجة اي نوع اي نوع من البغي هذا هذه خطورة نعم يعني فضلتك ذكرت ان هناك طائفة ممن يعلمون الدين ويبغون ايضا يعني لا يفهمون لان حقيقة الدين لا تبغي لا على مسلم ولا على غير مسلم هنا العلم سبق التربية كما ذكرنا في حلقة سبق العلم خلى من التربية خلى من التربية أصبح ما فيش تربية يعني فضلتك تلقينا الدوء على هذه الاية بشيء واذكر وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم تمام هذه الأمم السابقة حذرنا الله من أن يؤول مآلنا إلى مآلهم هم اختلفوا بعد ما نزلت عليهم التوراة والإنجيل فأصبح فيهم كذا وكذا وكذا فترقت اليهود على 71 شعبة والنصار على 72 شعبة وتفترق أمتي على 37 شعبة كلهم في النار إلا واحدة إلا واحدة فهم لما اختلفوا بعد ما نجموا باغيا بينهم فتقاتلوا وتحاربوا يقول هنري كيسنجر في محاضرة شهيرة لهم من ثلاث سنوات إن الحروب الدينية التي كانت في أوروبا في العصور الوسطى أفنت 40% من الشعب الأوروبي 40% وعدت قتل المسلمين والشهداء المسلمين وقتل المشركين في 28 غزوة 461 يبقى لك أن تلقيس أين الحضارة أين المدنية أين التقدم أين التخدم هذه حضارات تقام على إبادة الأمم الأخرى أما الحضارة الإسلامية لا تقوم على الباغي نعم على الباغي على الباغي يعني في نقطة في نقطة يقول إيه يعني وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلة أصيبت هذه الأمم في أخلاق فهي بداية النهاية لكن الصحوة التي عندهم هي صحوة النوت ونحن ونحن لو لا أن الله قد حفظ لنا هذا الدين فهو قوي في ذاتي لا علاقة له بأتباعه لكن لكن هل هل نسر صديقاً أو نسيء عدواً نعم نعم ببغينا على أنفسنا أنت لو رصدت في قرية واحدة قرية من قرى الدول الأعام العرب والإستام عدد القضايا الأمام القضايا المساكين الذين عندهم اتلال من القضايا والنيابات والمحاكم أو يعني الإنشاة العدل والحاجات دي ألاف معلف ألاف معلف صحيح واحد وزير عدل مرة في أحد الدول الإستامية العربية يقول إحنا نظرنا العام الماضي 12-12 مليون قضية نعم يعني كل واحد من الشحب رفع قضية على أخو أو واحد رفع أربعة لأن أنا وأنت مش رفعين لحمد الله فلكن في وأحياناً على بكر أخينا ما قلت فضلتك الله يرضى علي وليس تعال أنا أحيي لك إلى أحاديث خطيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قبل الأحاديث يعني خطيرة جاءت إلى ذهن وهي هم يبغون علينا بقوتهم فهل نحن نعتبر نبغي على أنفسنا وعلى دينينا بضعفنا نحن نبغي على أنفسنا بسلبيتنا وبتقهقورنا وعدم حملها مننا للإسلام وقلنا إن الإسلام يجب أن أستشعر أن كان عندي أربع أولاد من عندي خمسة أولهم الإسلام عندي خمس أولاد أو ستة أمرضوا لمرض وأحزنوا لتققره وأفرحوا بنصره أشعر أن الدين ده لا بد أن أنصر دين الله في أي شيء نعم في أي شيء عقب بالنافع في شمال أفريقيا جاء الولد عنده عشر سنان يجيب له سر يقول له أمي تعطيك هذه الرسالة يفتح وقل أصدق قتل زوجي معك في الفتح وأنا مراحت قعيدة لا أملك إلا هذا الغلام وهو لا يستطيع أن يجاد لأنه صغير السن فأرثر إليك ضفيرة شعري تضاعها جزءا في حبل من الحبال التي تربط فيه خيول المسلمين عسى أن يضع لفنين الله أكبر الله مش نستورد إحنا من شركة واحدة للإحصائية إحصائية وقلناها من قبل كثيرا نعم ستمائة طن أحمر شفاه لأربعة دول عربية بالنساء أربعة دول عربية ستتمائة طن أحمر شفاه لبقى بالله عليك إحنا بغي أو لا بغي بغي على الجيب وأي بغي بغي على جيب الزوج ومال الزوج ومالها بغيكم على الأنفس ومالها وإذا كارثة مشاكل في البيوت حطت أحمر وبعد ذلك حالتهم حمرة مع عمرة ما هدأت أبدا بحال الله والعزو ثم بعد ما الذي كسبته أبدا القضية مشاكل لابد أن نضع الأمور ونسميها بأسمائها نعم يقول لك إحنا ستنا الشيخ إحنا دول العالم الثالث يعني ما تقول دول العالم الأخير وهو في رابع إحنا دول العالم الثالث بالله عليك في دول عالم رابع لا وجود مش في دول متقدمة ودول نامية ودول ايه متخدفة ما تقول كده وخلاص لا يعني تسمية الحرام بغير إسمائها نعم اليهود من إجرام الجلوية وقالوا والمشركين إنما البايع مثل الربا إنما أهلا يا خبير وخل الربا مشبه به سبحان الله يعني هو أقر هو الأصل يعني والبيع ده صورة من صورة فإذا قضية يعني عايزة أقول لك قضية البغي وبعدين تبدأ بالفرد يعني تخلف الأمة من بغيها من بغيها نعم نحن نبغي نبغي على دين الله نبغي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبغي على أبنائنا بعدها بتربيتي مع دين الله عز وجل نعم فإن البغي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عالا إنا البغي في حديث ولا أنا أقرأ لك نص المسلم بنصه نعم يعني إن شاء الله يعني يفيدنا هذا الأمر تفضل عن عياض المجاشعية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ذات يوما في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا أمر بالتعليم عم الله كل مال نحلته عبدا حلال أي مال أخذوا واحد وحلال عليه لأنه أخذوا بطيب نفسه لا سرقة ولا رشوة ولا 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 سبحانه وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم على الفترة على الفترة نحن مش نزلين بخطيئة ولا غير الحمد لله وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانه وإن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب المهم إلى أن قال إلى أن قال ألا أنبئكم بأهل الجنة قالوا من أهل قال أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان ذكرنا هذا من قبل ذو سلطان المقصط المتصدق الموفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل الذي قربه ومسلم ورجل بعيف عفيف متعفف ذو عيال خلاص دول الثلاثة الجنة تعال لحنا للمشكلة الباقية وأهل النار خمسة يبقى أنواع الجنة كان ثلاثة وأهل النار خمسة زيادة الضعيف الذي لا زبر له اللي هو الإمع يقول لك يا عم و أنا عملي ما أنا أفتح التلفزيون كده ولكن ممثلة والممثلة السلبي يا عم أنا عملي صبرك بالله يا رجل أنت تصلح الكون يا عم يمشي جنب الجدار جنب الحيط يا رجل ربي عيالك لا حول ولا قوة إلا بالله ولا تورث السلبية والسلبية مردية السلبية لا تخلق لا بطولة ولا قائد ناجح ولا تخلق رجولة أبدا أبدا سبحان الله هذا يسير وعدي الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا معلا ما لوش يعني ما لوش هوية تبعا مين ده مش عارف سبحان الله اللي بتورد معاه لانت عارف اسمه مسلم وانا مش مسلم عامله دي صلاة المغرب وقاعد مع جماعة غير مسلمين وده ما تحرك ما زيهم وقاعد معاه الله سبحان الله كما قلت فضلتك فقد الأهلية وليست الهوية فقط فقد الأهلية طبعا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دقى إلا خانه الوظف المرتشي والخائن الذي يخونك في الكلام ويخونك في المجلس المجلس بالأمانة أنا جلس معك مجلس من الواجب سبحان الله والله رجل الصالح خليجي يقول لي أمي ربتني أبوه مات ولا صالح أم تقول له إيه روح أقض مع أعمامك بس قبل ما تقول من المجلس أحفر وحط الكلام اللي سمعته وتعالي من غير كلام سلام عدربي شوف فترة الفترة هذه يعني أحفر الكلام سبحانه والله يعني شوف يا أخي لا إله إلا الله شوف الفترة يعني المجلس بالأمانة لكن الأم ها وعاما جالي وخارك عليها واحد وعاما جالي سبحان الله والولد يكذب وتحرفه بالله وتحرفه بالدور وتأخذ منه تقرير وفي ناس كده طبيعته ها انت فين أول ما يسأله انت فين والله عندي شغل يعني فين يعني يعني عندي شغل عندي شغل جاعد مع أي من مين أي من المضيع هذا وده الجاي منين هذا الحملة والأقود فترتبك أنت بالإجابة فأحيانا تكذب سبحانه الله لا نسأل الله السلام والخائن الذي لا أخفل وطمع وإن دق إلا خنه ورجل لا يصبح وليمسي إلا وهو يخادعك في أهلك ماله عوض المخادع والعذب الخداح سبحان الله بعدين وذكر البخل البخيل والشنظير الفحاش والعذب كلمات يا سبطان يا رب نعم وإن الله هذا الشاهد في الحديث كله وإن الله أوحى إلي أن توضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد الله بإذن البغي جاي منين جاي من أننا أفخر وفاخر عليك وإنت تفخر عليك بأي شيء بأي شيء سبحانه الله بأي منظر سبحانه الله العظيم فعرف الولد الدور بتاع كمال الأجسام هديت على كده ويعمل لك ولا المصالة ويصلك كده خرقوت خرب نفسية مع أنه لو دخلت أعزك الله دخلت فيه قرن الجاموسة يروح في لهي نعم والغزال صغل حتى سبحانه الله فهذا حديث خطير حتى لا أن توضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد طب يبغي ليه لماذا يبغي هو أنت يعني هو أنت مكلف أن أنت مشؤول عن الكون أنت مالك سبحانه الله لماذا تبغي تعال أي حديث ثاني قال صلى الله عليه وسلم عليه السلام عندما رأى عمار سبحانه الله العظيم بن يشيله ويحمله أكثر من اللازم في الخندق قال تقتل عمارا فئة باغية يعني هتبغي على الله بغير الحق هذي ايه نوع من البغي في حديث رسول الله صلى الله نعم وأنا مش عايز الكلام المسلس مع الكلام ده كلام نظري لا الحمد لله عمنا مش باغي لماذا لماذا أنت مش باغي تعال ده فيه ناس تبغي في الوضوء فلا تسرغوا الوضوء هذا بغي تبغي في الصلاة مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأسوأ السرقات من يسرقوا في صلاته هنوع من السرقة نعم وفي الوضوء فقط تعدى وأسوأ وظلم وتعدى وتعدى وظلم نعم فيها بغي سبحان الله واحد لم يخرج زكاة ماله بغى الله لم يبغي الله يتكون أسوأ بغى ونحن نريد لماذا أننا هو القتل السرقة وهذه كبار أيضا نعم نحن نسقط هذه الألفاظ وهذه الكلمات على الأعمال الكبرى فقط لها ما هي في صغير أعمالين ونحن لا نشعر لا يرضى عليك يا رب وبعدين هناك نقطة أنا مدير مؤسسة المدرسة من المدارس العربية مدرسة هذه المدرسة سبحان الله العظيم ليس من الواجب المدير هذا يعدل ما بين المدرسين أو مدير المستشفى يعدل ما بين الأطباء والموارضات وبعدين سبحان الله العظيم طب لو هذا الموارضه الطبيب الصالح إزاي أو الموارضة الصالحة تجي منه المريض هذا لو كان بقى تخرب المسألة ده أبوها أو أبوها هتعمل إيه هتروح تنام في العنبر وتسيبه إيئن ولا توقيت جنبه جنب لو دي أمها إزاي كانت طبيبة دي أمك نعم هتتعمل معها إيه غرض تكتب له أي كلام كده وتتوكله ولا تدكك في التحليل وتدكك في التوصيف وتدكك في التشريف هلا إذا صنعنا هذا ما كنا بغين وإذا لم نصنح هذا فنحن بغاة 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 جزاكم الله خيرا وأن أعلم أن هناك يعني تفاصيل أخرى كثيرة يعني كان يجب أن ندخل فيها في هذه الصفة المذمومة نعم ولكن يتبقى العمل يعني وهم أهل ذكاء نعم المشاهدين كلهم إن شاء الله عليهم ومطبقين إن شاء الله وقال الله شر هذه الصفة المذمومة وندع الله سبحانه وتعالى لعلى الله سبحانك اللهم وحمدك الله سبحانه وتعالى شكرا